برج الاسد ماشاء الله عليكم يا قسود كل سنة وكمتم طيبين ايامكم كلها سعيدة وهنية خلينا نشوف ايه اللي في الدنيا معكم يا برج الاسد برج الاسد في عندك طقة استشفاء لو انت طالع من مشروع حب فاشل او من حالة نفسية وصحية سيئة ففي طقة الاستشفاء في الايام اللي جاية ان شاء الله هتشوفها وتلمسها جدا وهتحس بتحسن كبير جدا كمان عايز اقول برج الاسد محسود جدا محسود جدا 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 قيادي فايتر كده الناس بتفهمه غلط الناس بتفتكر انه هو تينج بتفتكر انه هو مغرور بتقول انه هو متكبر ده في ناس بعض الناس بيعملو وحش هو بتقبل المعاملة ديت وفي ناس بيعملو يعني بتعبوه نفسيا انت كنت تعبان الفترة اللي فاتت يا برج الاسد ان شاء الله فيلك تقصت شفاء كبيرة جدا وحلوة كمان عايزين نقول انه لو قضية او مقدم على قضية او لو ورق عند جهة حكومية فان شاء الله هيتقضى في مرحلة ما بعد العيد فان شاء الله برجكم هيكون له قضاء عادل جدا وفي ناصر وفي قضاء على الظلم لو انتم مقدمين على القضية فانتم ان شاء الله هيكون الحكم لصالحكم بالنسبة للشخصية النسائية اللي من عائلتك يا برك الاسد وقد كده هي مسيطرة وقد كده هي قوية وقد كده هي جامدة وعملالك بعض المنوشات وبعض القلق بعض التوتر مع افراد اسرتك البقيين فاحب اقولك ان هي شوية هتديك جزء من الرضا او هتبصلك بعين الرضا وهتشوف تحسنات كتيرة بعلاقتك بها ان شاء الله فيلكم تقدم كبير جدا 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 ونصرة كبيرة جدا على كل اللي ظلمكم وهتاخدوا حقكم تالت ومتلت زي ما بيقولهم وفي انتصار كبير جدا وهيشهد عليه الناس كلها بالنسبة للاشخاص اللي بيحاولوا ان هما يدايقوك ويزعلوك زي ما قلت قبل كده وبيحاولوا ان هما يدقوشوا وراك كده ويقعدوا ينبشهم ويدايقهم ان شاء الله في ظهور ليهم لان انت مش عارفهم هما بتكلموا من وراك بوش ومن قدامك بوش ففي ظهور ليهم على حقيقتهم وهتعرفهم وهتبعدهم عن ما خالص يا برج الاسد بالنسبة للحبيب اللي باعد فهو بيفكر فيك جدا وبيرقبك جدا وعايز يرجع لك جدا 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 ولكن قرامته كبرياء وعملين معه شغل فما هوش عايز ابدا يعني يتغاضى او يجي او ياخد الخطوة بس هو جاي زي ما احنا قلنا قبل كده في مراس او ورث او في يعني مناوشات على ورث او قطعة ارض او عقار معين المفروض ان لكم في حق المفروض ان حقوا كدام التاكل او مأخود منكم او مخصوبين على انكم تتركوه ان شاء الله الشخص هيرجعه لكم او حد هيرجعه من طرفه او بعد ظروف معينة هو هيمر بيها تمام؟ افكار كتيرة 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 بتلف في دماغك يا برج الاسد وعايز ان انت ترسى على برج حاسس بافكار متزحمة جوه دماغك عندك مليون فكرة وفكرة الشغل ومليون فكرة وفكرة لها احوالك كلها ومنتش عايز تبدأ منتش عارف قصدي تبدأ باي فيها فان شاء الله ربنا هينور بصرتك وتعرف تبدأ منين وتمسك طرف الخيط ازاي ان شاء الله كل الخير جايل لك آآم في اجتماع كده لشوية امور عليك هتتعبك شوية واتقركك شوية بس بعد كده هيكون في فرج فلو حسيت بضائقة او بخنقة او بشوية متاعب قعف ان بعدها على طول فرج وفرجوا كبير جدا. ايامك كلها سعادة برغم المنوشات اللي ما بتخلاش منها يا برج الاسد. خلينا نشوف بالنسبة لحبيبي المرتبطين والمنفصلين. خلينا نشوفها في القراءة واحدة. قراءتنا بتقول بعض المنفصلين بعضهم في لهم رجوع برغبتهم طبعا. احنا ما منخصبش حد على الرجوع ومحدش يقدر يخصب حد على الرجوع. فلو انتم رغبين للرجوع ففي رجوع عايزين بداية جديدة في بدايات جديدة وتقدروا تنقوا منها اللي يريحكم طبعا. الدنيا كلها قفلة عليك في العاطفة ما تخافش. المفتاح او فتح العلاقات هتبقى قريب جدا. هيكون في صلح وهيكون في رجوع وبالنسبة للمنفصلين فان شاء الله ليهم رجوع وليهم صلح. للمرتبطين واللي بيعانوا من علاقة ثلاثية فعايزين نقول ان الكفة هتميل نحيتكم والحبيب او الحبيبة هيميله نحيتكم انتم. فان شاء الله في خيرات كتير. عايزين كمان نقول بالنسبة للزوج المسافر او اللي بعيد او اللي باعد بسبب الكورونا او الخطيب اللي باعد بسبب الكورونا وهو على السفر ومنعينه من الرجوع او ما هواش قادر يرجع. فهو ياريت ما تضغطوش عليه لانه هو كل تفكيره ازاي يطير ويرجع لكم. بس هو الظروف اللي وقفه ضده ووقفه معكساه وغصبا عنه وغصبا عنه ومش قادر يرجع. فياريت تهونه عليه الغربة وتهونه عليه مسألة السفر وتهونه عليه البعد دوه وتحسسون ان شاء الله ان هتمفتح الحدود قريب. في حالات الجوية هترجع قريب. السفر هيرجع قريب. ان شاء الله يعني احنا بنتعشم والعشم في ربنا دايما ان ان شاء الله يعني اقترب حل الازمة وان هي هتنتهي قريب ومش هتقعد اكتر من كده كتير ان شاء الله. وفيه رجوع ان شاء الله وربنا هو المستعان يا رب يطمنكو على كل حبيبكم ويرجعهم لكم بالسلامة. بالنسبة لحبيب العزاب والمتاخرين في الزواج واللي تقلموا جدا 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 في الفترة اللي فاتت. الدنيا قفلة وخنقة وعدم خروج وعدم طلوع وعدم انطلاقة وحبسة جدا جدا جدا. وبشركم بالخير ان شاء الله. فرجوا قريب. ليكم خروجات قصيرة مش بعيدة ورحلات قصيرة مش بعيدة ان شاء الله قريب. هتشوفوا فيها حاجات كتير قوي هتساعدكم. هيكون فيه تنمية لمهارتكم. هيكون فيه تنمية للروح اللي جواكم. وبعد الحبسة وبعد الخنقة وبعد كل الايام اللي انت قضتوها في الحزر والحجر والتعب. هيبقى فيه رحلة بسيطة هتغير نفسيتكم خالص وهتجدد النفسية تماما وهتخلى الروح تجري فيكم تاني وتحسوا بالانطلاق شوية. اما بالنسبة للعزاب او متاخرين الزواج متاخرين الزواج بالذات. فبحب اقولهم ان ان شاء الله فرجوا قريب. طال الانتظار وطال الصبر على كلام المحيطين وعلى كلام الناس وعلى والدهم وعلى كل حاجة. ان شاء الله ان شاء الله يا رب هتشوفوا كل الخير وربنا هيبعث لكم ابن الحلال اللي يساعدكم واللي يخلي ايامكم كلها سعيدة. بعد الصبر لازم يكون فيه فرج وبعد الصبر لازم يكون فيه خير وكل واحد هيجيله وخياله. اذا كان بنت ربنا هيبعث لها فرز احلامها واذا كان شاب ربنا هيبعث له فتاة احلامه اللي كان دايما بيحلم بيها واللي بتظل بتظهر قدامه في الاحلام وبيشوفها من بعيد وحاسس ان هو يعني حياته هتبقى مختلفة لو التقى بيها. فحب اقول ان ان شاء الله كل الخير ليكم يا وسود خلينا نتكلم على قرائتكم العاطفية بتقول ايه؟ قرائتنا العاطفية بتقول ان فيه رجوع للأحباب المبتعدين وفيه فك للحصارات بيننا وبين بعض اللي عاملين بلوكو اللي قفو الان وتعبته نفسيا جدا. انا شايف ان شاء الله ان فيه ازالة للمتاعب وازالة للحواجز وهيكون فيه مسامحة ومصلحة وغفران وحاجات كتيرة هتقدي الى ان العلاقة العاطفية تكون من انجح ما يكون. وتلاقوا فيها اللي دايما كنت انتو بتحلموا بيه واللي بتتمنوه واللي صبر دايما لازم ينول وربنا ابدا ما بيضيعش حق احد. ازفا جدا رجعت للدع كتير برضو بس انا ايه كتير قالولي يتعلن ولاك بالمثل فسبحان الله لساني اخذ عليك انا. خلينا نقول اللي محترين بين امرين او اللي قدامهم اختيارين فهم الاختيارين في كلتا الحالتين صح وبيقولكو عليها نعم انتو اللي ليكو حرية الاختيار بقى لكو بقى انتو تختاروا انهي فيهم. لان الاتنين كويسين سواء عاطفيا او ماديا. تمام? انت اللي ليك حرية الاختيار انت اللي هتختار مشروعك وانت اللي هتختار اسلوبك في النجاح في الايام اللي جاية. كل جديد عندكم وهيحصل حاجات كتير وتطورات كتير عندكم يا برج الاسد. اتمنى ان انتو يا رب تستفيدوا منها كلها وتكون خير وسعادة عليكم. بتمنى لكم كل الخير بحاولش اطول الفيديوهات جامد قادر اعمل فيديو طويل جدا. اولا هيتعبني انا في التحميل لان النت فضيع جدا. ثانيا اصحاب البقاط واصحاب النت واللي عايزين يعرفوا الاخبار هيتطروا ان هما يستهلكوا كتير او يضطروا ان هما ما يشوفوش الفيديو كله. بتمنى لكم كل الخير بتمنى ان انتو ما تنسونيش وتحطولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. توصلوا الفيديو لكل اصحابكم واكبر عدد من اللايكات علشان دايما تبقوا في مقدمة الابراج اللي تكون معايا في كل الطاقة. اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر